يلا بسم الله خلنا ادخل تيك توك يا اخي مزمان عن تيك توك اخوان اخوان انا معاني مختفي مرحبا سبب اختفاء ايه اشتبي تبعي ليش ابو فل مختفي يا حبيبي ابو فل مات ابو فل مات جنو سبب اختفاء يا ايا ابو فل مات يا الله المال الو قدر اموالي ليش زبوني انقتل يا جماعة ليش الناس يبوني يخطلوني يا اخي حولا ولا قدر صويت معياتي لم نفسك لا والله يمه الحب دلال~~ الاحب دلال كان دولي تتياهم لعنوا özpp ولكن زحبيبي والله المتخاطف تبو عليك واذا انت ولدي تبو عليك يا الله استغفر الله يا يوم مغوبتيني هذه مقاتلة سبحان الله قبل شوين كنت اشوفها كنا اكذب بيبا لان صدقين بسقاعد بسقاعد ولاك اسقاعد تجيل الحين على البيت ولا والله والله ما ارضى عليك والله و ايه نعبي عزيز وعزيز مشاهدة والحمد لله امي رضت علي يا جماعة رحت سافرت والله وشفت امي الحمد لله وتأكدت امي اني انا مو مخطوف ولا امي اوكي نبتدي وينك يا ابو فلاح شارك كان لكبه منازل وين راعت اختفيت مين اخطفتك مين اخطفتك مين اخطفت علىك يا جل صير تابع اخضت اخري فترة من بعد ما رحت دبي انت صارت فاشل بعد المشروع الخير سراحة مستواك انت فاشل صير غبي ما تستعمل ستتمل شي ما اليوم مشترك غبي صير اقراش صير اواااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا اوكي جماعة قبل الله ابني اتكلم انه اختفى من جميع المنصات التواصل تخلوني اتعرض ان الخطف او القتف ابا فل مات خلاص خلني اريد طيب ليسرح شوارب اطع اكثر من اسبوع وام اختفى خلاص خلاص اب الله اتكلم عن سبب القطعة يا جماعة ودي اقول شي واحد وابيك تسمع وعدل يا عزيز المشاهد والله ثم والله اني أحمد ربي لقيقيا لقيقيا لا جماعة والله انا بدي كتاب القرآن انا مدري مشيك انا متوظي يا جماعة احمد ربي على الشغل اللي ربي اعطاني اياه اللي هو هويتي وحبي اني هصنع محتوى امامكم ان كان محتوى احبه مثل القيمينغ او غبي او مجنون او متسرع او عظيم والعظمة لله احمد ربي دائما وابدا اني قاعد اصوي شي انا اعبه وقاعد اصطلع لدي الفلوس الحمد لله مو فقابل لدخل بسبب القطعة لحد يتوقع اني راح اقسر باليوتيوب او بالصنع المحتوى يا جماعة ليش؟ لاني قاعد ازوي شي انا اعبه وقاعد اطلع مني فلو يا جماعة بكل صراحة سبب القطعة استراحة محارب ايه نعم ليش وشايفني استاهل استراحة محارب لما تكون والحمد لله ثم الشكر لكم في سنتين او ثلاثة سنين في جمنع ما يقارب خمسة وعشرين مليون مشترك وما يقدر بثلاثة مليار مشاهدة كلية بالقناة كل هذا وانت قاعد تشتغل الحالق بين اربع جدران رغما ان الصعاب الدنيا ومنذات الحياة الله فاكيد انك تستاهل تاخد استراحة محارب يخبرني اقولكم ان تصوي دقيق يالله بسم الله خلنا اقولكم اول شي سويتم اول شي جماعة الحمد لله صرت انام عدل خلنا اقولكم بعد ثاني شي يا جماعة صرت اكل عدل واروع النادي بعت الحمد لله والاهم يقول هذا يا جماعة الحمد لله بشار هذا حافظني أصلي كل صلواتي بالمسجد الحمد لله لا لا يا جماعة أخي كنت جد جد بدون مزحي يا جماعة الحمد لله فأشياء هذا والله سوينا إشياء جديدة أول الأشياء الجميلة اللي سويتها ومن أحلى الأشياء اللي سويتها هي ميكا ويش ميكا ويش هي لجنة عالمية اللي ما يعرفها بكل بساطة هي تحقق أحلام الأطفال اللي عندهم أمراض مزمنة لا يستطيعون علاجها وكان واحد واحد من الأطفال اللي ربي يعافيه عنده مرض مزمن للأسعب حلو بحياتي يا جماعة إنه يشوفني أخونا صغير محمد إحنا معاك 26 مليون و 500 ألف إنسان أخوة أخت لك يا أخونا صغير محمد كل أنا معاك وكل أنا نسلم عليك ونضرب لك بحية ونقول لك أنت أكوى بيكون شيء بالدنيا ودائما نسعد إن نشتوه في جيز عبسك يا بعد يوم يعمل بأحلات عيال لست سوحي شئر و 500 ألف وحد يالله والله لا ينبصل كثيرا لن يشوف المقطع هذا هل يمعمل شيء جميل جدا أني أكون حلو أو سبب هذا الوجه لأمامكم يتشوفون هذا الوجه هذا الوجه هو سبب كبير في إسعاد والله ماني بصدق والله ماني بصدق العبد لله أرمبيل خليتني وجهي خيمة العبد لله الثاني أفضل شيء سويته باستراحة المحارب هذه أني يا جماعة كونت فريق عظيم والعظم لله عزيز المشاهد هذه نصيحة من أخوك الصغير أو أخوك الكبير إن كنت صالح محتوى أو كنت أي شخص يعمل في أي شيء في الحياة الإيدة الوحدة ما تصفر مهما كنت خوي وتصفق بإيدة واحدة رح تيجي لحظة رح تتعف فيها وتوقف وتاخد قصة من الراحة جدا كبيرة فلازم أنك تكون فريق وإمبراطورية وتصفق بإيدين يا حبيبي أحمد الله كيف الحكم يا جماعة أفو عليكم هل بالكم بس للضحك حكم حبيبي أبو فلاح طاير عمري 23 سنة هل بالكم أبو فلاح اللي قامت نسي للبراسي 19 سنة أحرار ووحدة من الأشياء الجميلة إن صار فيه أخوي سامي اللي يمتعج على المقاطع إيه سامي إيه أخيل أبو هلا اللي قاعد أمتعج على المقاطع كان ودي إن مقطع الرجع يكون مقطع جدا قوي تحدي قوي أو قيم قوي أو أي شيء قوي بس كلت يا جماعة لازم أوضح بعض النقاط أمامكم وأكون قاعد أمام الكاميرا بين أخواني وأخواتي وأوضح هذه النقاط المهمة هذه الثلاثة نقاط مهمة وبسم الله ندخل بآخر ثلاثة نقاط لازم أوضحها لكم أول نقطة أنا من خطفت تقيل ما بي أطول بالنقطة النقطة الثانية أنا ما فقدت شغفي شغفي يا جماعة كالجبال لا ينهار بريح الصعاب الله الله شغفي لن يقف يا عزيز المشاهد لأني أنا أعرف وإنت أو أنت تعرفين أو تعرف أو تعرف أنا أنا ما لازم أقطع شهر أتعلم اللغة العربية أنا أعرف وأنت تعرف وانظر إلى عيني جيدا لأنك لينا نعلم أنا 26.500.000 هادي فقط البداية أنا اللي بديت في اليوتيوب بشكل مستمر في نهاية 2019 هل تعلم ماذا يعني هذا يا عزيز المشاهد 2019 2020 2020 2020 2020 أنا نحط 22 على الجم شوية أنا في قطعتها كثيرة ثلاثة سنين فقط دمرنا الساحل ثلاثة سنين في تنزيل متواصل جملة 26.500.000 أخوة أخت أليست البداية شفيني قلط في البرعب؟ شفينيك حبيبي طولي بالك وثالث شي وآخر شي لبس وزر الله هاهاهاهاهاها حسنا جمع ماضح لا عند يمنى موضوع قاعد أطول المغطا ة أخلاص ما أطول عليكم نهاية أول أحمد ربي لنعمة متابعين يحطبوني ويموتوني ويموتوني اوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو ترجمة نانسي قنقر